ده مرتبط كمان بحاجة مهمة قرارات الحماية الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للحكومة بتوجهات من سيادة الرئيس أعلنتها بعدما المؤتمر الاقتصادي انتهى مباشرة مجلس النواب لسبوع بأقار بشكل نهائي زيادة المرتبات والمعاشات 300 جنيه هيبدأ الناس تقبضهم من الشهر ده رفع الحد الأدنى للأجول ل3000 جنيه هيحصل الزيادات في المرتبات من الشهر ده كمان كان فيه قرارات مرتبطة بتثبيت أسعار الكهرباء وانفيش أي زيادة في أسعار الكهرباء لغاية شهر 7 اللي جاي تثبيت أسعار البترول الحقيقة حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية اللي بتكلف الدولة 67 مليار جنيه الدولة بتعملها عشان تساعد الناس الدولة بتعملها لانها شايفة معاناة الناس وبتحاول تخفف عنهم الدعم بيزيد دعم بطاقات التموين بيزيد 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه ومستمر للناس طول الفترة اللي فاتت الحقيقة كانت جهود بتقول ان الدولة مع الناس الدولة حاسة بالناس وده بيخلي كلنا نبعارفين طول الوقت ان احنا في مركب واحدة سواء كانت القيادة السياسية او كانت الحكومة او كانت الشعب كلنا في مركب واحدة وطول ما احنا ايد في ايد قادرين ان احنا نعد في الحديد كمان شفنا في المؤتمر اتحاد الصناعات رئيس اتحاد الصناعات بيقول ان القطاع الخاص هيطبق كله 3000 جنيه حد ادنى وهيزود في قيوهم 300 جنيه العلاوة ما